قدم صندوق الأخضر للتنمية قردا مساندا لبنك القاهرة بقيمة 30 مليون دولار يهدف القرد لتعزيز القاعدة الرأس مالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه من جانبه قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن هذا التمويل يعد أول قرد مساند من نوعه يمنحه الصندوق للبنوك المصرية بعد حصوله على الترخيص من البنك المركزي والذي يهدف إلى دعم خطط النمو التي يتبناها بنك القاهرة والتوسع في مجال الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر